أغلبنا لما نعمل إحساب على الفيسبوك بعد فترة بننسى كلمة السر الخاصة بحسابنا ولكن منحتاج أن نغير كلمة السر القديمة ولكن يجب أن تتذكرها حتى تغير إلى كلمة جديدة لذلك أقدم لكم طريقة للتغيير دون الحاجة للكلمة القديمة سواء كان حسابك بإيميل أو كان برقم هاتف في هذا الفيديو سأقدم لكم طريقتان لتغيير كلمة السر للفيسبوك في حال فقدان كلمة المرور القديمة بخطوات بسيطة وسهلة والطريقة الأولى في حال كان حسابك برقم هاتف وهي كالتالي أضغط على هذه العلامات الثلاثة الموجودة بالأعلى وأتجه للأسفل حتى أجد خيار الإعدادات والخصوصية أضغط عليه والآن أضغط على خيار الإعدادات هذا الخيار وتظهر لنا هذه الصفحة أختار منها الأمان وتسجيل الدخول هذا الخيار والآن تظهر لنا هذه الواجهة أتجه للأسفل وأختار من هذه الخيارات تغيير كلمة السر أضغط عليها ومن هنا يمكنك تغيير كلمة السر للفيسبوك من خلال وضع كلمة السر الحالية في هذه الخانة وتكتب كلمة السر الجديدة في هذه الخانة الثانية وبتأكدها مرة ثانية ولكن ماذا تفعل في حال فقدان كلمة المرور القديمة؟ فهنا ركز معي يوجد بالوسط هنا هذه الكلمة هل نسيد كلمة السر؟ نضغط عليها كما نشاهد في الفيديو ستظهر لنا هذه الصفحة وهي لعادي التعيين كلمة السر طبعا عن طريق رقم الهاتف المسجل بالحساب نضغط على التالي طبعا يمكنك عمل ذلك إذا كان حسابك مربوط بإيميل وليس برقم هاتف سأوضح الطريقة بعد قليل والآن نكتب الرمز المكون من ستة أرقام هنا في هذه الخانة بشكل صحيح بعد وصول الرمز إلى رقم الهاتف وبعد أن تكتب الرمز تضغط على التالي والآن هذه الصفحة مهمة جدا وهي لإنشاء كلمة السر الجديدة لحسابك يجب أن تكون الكلمة قوية ويجب أن لا تقل عن ستة أحرف ويكون فيها علامات أو أرقام أو أحرف ويجب أن تسجلها بمكان آخر حتى لا تنساها وبعد الانتهاء من كتابة كلمة سر جديدة لحسابك تضغط على التالي وهنا يؤكد لك الفيسبوك أنه تم تغيير كلمة السر بنجاح وبعطيك هنا خيارين وهي معرفة الأجهزة التي دخلت لحسابك منها من هذا الخيار الأول أو البقاء قيد تسجيل الدخول طبعا تضغط على متابعة وهي آخر خطوة معنا في هذا الشرح الأول وبهيك تم تغيير كلمة المرور دون أن تعرف الكلمة القديمة والآن ننتقل إلى الطريقة الثانية وهي إذا كان حسابك معمول بإيميل وإنت أصلا ناس الإيميل ولكن حسابك مفتوح على الجوال وحابب أنك تغير كلمة المرور فأول شغلة يجب عليك أن تفعلها هي الحصول على عنوان الإيميل من حساب الفيسبوك والطريقة كالتالي تدخل إلى الفيسبوك وبعدها تضغط على النقاط الثلاثة الموجودة بالأعلى وتضغط على الإعدادات والخصوصية والآن تضغط على الإعدادات والآن تضغط على المعلومات الشخصية ممتاز والآن تختار معلومات الاتصال هذا الخيار سيظهر لك إيميلك الذي قمت بإنشاء حساب الفيسبوك من خلاله والآن عليك فتح البريد من متصفح أو من خلال التطبيق طبعا سأفتح الإيميل من هذا المتصفح طبعا كما نشاهد الإيميل مفتوح عندنا والآن برجع للفيسبوك ومن الواجهة نفسها التي تم فتحها قبل قليل نختار خيار الأمان وتسجيل الدخول هذا الخيار ونضغط على خيار تغيير كلمة السر وأضغط على هل نسيت كلمة السر سيقوم الفيسبوك بإرسال رمز التأكيد للإيميل المسجل بالفيسبوك للتأكيد أضغط على التالي والآن منروح نجيب الرمز من الإيميل وباكتبه هنا في هذه الخنة وأكتبه بشكل صحيح وأضغط على التالي وبعدها نقوم بوضع كلمة السر الجديدة للفيسبوك وبذكرك مرة تانية وأعتنسها أكتبها في مكان سجلها على ورقة انت حر وبهذه الطريقة تكون قد غيرت كلمة السر للفيسبوك دون الحاجة للكلمة القديمة وإذا كنت قد فقدت الإيميل فقبل قليل شرحت الطريقة وهذا هو الفيديو أمامكم يمكنك الدخول إلى الفيديو ومعرفة الطريقة وأخيرا إذا استفدت من الشرح اشترك بقناة كيف وفعل الجرس ليصلك كل جديد وعمل لايك للفيديو وتعليق جميل لنستمر في تقديم الأفضل وإذا كان عندك سؤال اكتب لنا في قسم التعليقات وإذا حابب تعرف أكثر شاهدها الفيديوهات التي ظهرت على الشاشة حيث تشرحت العديد من المواضيع المهمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته